وفي سياق متصل فقط عد الزميل سعيد أحمد حسن الورقة التالية التي تناول من خلالها أهمية الإذاعة ودورها في تغيير المفاهيم وربط نسيج الاجتماع نتابع الإذاعة إحدى أهم وأقدم الوسائل الإعلامية المتواجدة حاليا إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد الإعلام المقروء من حيث الأقدمية وتعتبر الإذاعة من أكثر الوسائل الإعلامية انتشارا وتأثيرا حتى وقتنا الحالي وذلك لتغطيتها لأكبر المسافات وسهولة اقتنائها واستعمالها في أغلب الأماكن والأوقات ونظرا لهذه الأهمية الكبرى التي تتمتع بها الإذاعة تم اختيار اليوم الثالث عشر من فبراير كيوم عالمي للإذاعة وجاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم من قبل الأكاديمية الإسبانية وقد أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في الثالث من نوفمبر لعام 2011 وقد اختير لهذا العام شعار أنتم الإذاعة والذي يعبر عن مدى قوة الرابط بين الإذاعة والجمهور كانت الإذاعة في السابق تقتصر على وسيلة واحدة فقط وهي المذياع أي الراديو ومع مرور الوقت أخذت جانبا آخر وهو ما يسمى بالإعلام الرقمي المبنى الجديد للإذاعة والتلفزيون يضم وسائل أو مؤدات حديثة ومؤدات رقمية تمهيدا لهذه المرحلة لا شك أن التحدي أكبر في الزل الوسائل الإعلامية على مستوى العالم أو المستوى الإقليمي أو المستوى القري فالتحدي أكبر ونتمنى من السلطات سواء على مستوى الهكومة أو مستوى الوزارة أن تؤتي هذا الجانب احتمام أكبر لأننا في الزل التنافس من وسائل المسائل الأخرى خاصة المسموة منها المسموة الأهلية وتبقى الإذاعة منبر الصوت الذي يجتاح أبعد المسافات والأذن تعشق قبل العين أحيانا